شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على الحاجة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة أكد وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة اللجنة الوزرية العربية الإسلامية لوقف الحرب على غزة على رفض سياسة التهجير القصري للفلسطيني نحن هنا لنقول بوضوح أن الهدنة ليست كافية ما نحتاجه وقف دائم لإطلاق النار ما نحتاجه سلام موثوق وسلام يدوم ويتيح للفلسطينيين والإسرائيليين العيش جنبا إلى جنب في دولتين أي شيء آخر سيؤدي إلى أزمة في المنطقة